موسيقى 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 أنا بأرجو المشي صغار الأطباء بس حتى الأطباء المتخرجين بقالهم سنين والمعلومات اللي بتاعتهم دلوقت لا تتناسب مع الطب في الوقت الحاضر الدنيا بتتغير والدنيا بتتغير وإلى الأحسن مش إلى الأسوأ ويرضوا بالهم إن حضور المؤتمرات بيتعلموا الجديد لأن هما ما عندهمش وقت إن هما يذاكروا كتير خصوصا الناس اللي هما العيادات بتاعتهم مشغولة بشدة عندهش وقت يقرأ فيحضر المؤتمر دي هيتعلم فيه وقت قصية كل ما هو جديد في هذا التخصص عشان يستفيد لنفسه ويستفيد للمرضى بتوعه إن هما بتعلمه على أحدث نوع من الألاجات المتوفرة دلوقتي لأن الدنيا يعلم الجميع أن العلم اللي تعلموه زمان إيما كانوا في الكلية مختلف عن الموجود دلوقتي أنا بقى لخمسين سنة متخلق اللي أنا تعلمته في السنين الطويلة دي كلها زمان مختلف عن اللي أنا تعلمت دلوقتي وبقى أغير نظام تفكيري بقى أغير نظام العلاج على حسب الحاجات الجديدة عشان نبقى ما فيش حد يقول علينا متخلفين وخصوصا ما بروحوا البلاد العربية والعلمة والبلاد العربية وعودوا ينكتوا عليهم إنهم معلومات بتاعتهم معلومات قديمة وما تنفعش دلوقتي وكلم من دلوقتي أنا أحضر وأتعلم عشان أبقى على المستوى الكويس قوي بحيث إن أدي الواجب بتاعي على أفضل ما يمكن وشدوا حيلكم وربنا معكم والسلام عليكم ورحمة الله